السلام عليكم ورحمة الله بالدرس اليوم رح نتعلم كيف نحجز موعد على المشفى عن طريق الانترنت بدون ما نروح على المشفى ونستنى دورنا هناك مشال نحجز الدور وبعدين نرجع نستنى دورنا مرة تانية رح نتعلم كيف نحجز بالمشفى اللي بدنايا عند الطبيب يلي بدنايا وبالوقت يلي بدنايا خلينا نتعلم سوا خلونا نبلش بالموضوع من اول تولي حتى نزل البرنامج منفوت على المتجر او جوجل بلاي بنكتب ما هي رايسة يطلعنا هاد البرنامج يلي هي ايقونتو بنكبس على تنز وبنستنى البرنامج لحتى يخلص تنزيله ثم بنكبس على الزر فتح بس نفتح البرنامج بتطلع لنا هاي النافذة من هون بنختار يعني تسجيل جديد بنحط رقم تي جي تبعنا اللي بيبدأ بتسعة وتسعين او العادي اذا كنا متجنسي بنحط الاسم والكنية متل ما نرمكتوبين بالهوية وبعدين بنكبس على هذا الصح وبنكبس على بيطلع لنا هاي اللائحة بننعبي منها مجموعة معلومات اول شي بنحط اذا اه ذكر كضن اذا انثى من هون بدنا نختار اه تاريخ الميلاد اول شي بنكبس هون مشان تطلع لنا السنوات بنختار السنية اللي بدنا اياها بعدين رح نكبس هون مشان ننقل بين الاشهر لحتى نوصل للشهر يلي نحن ولدانين فيه بعدين بدنا نختار على هاي بحيث يظهر تاريخ الميلاد صحيح ارجاع عمل نظر على تاريخ الميلاد تأكد انه تاريخ الميلاد حطيته صحيح وبعدين لننتقل للخطوة التارية هلأ بهذا الفراغ وبالفراغي اللي تحتوه البريد ونوع البريد هذول الدخل وهم ما نلازمين زاتا مباشرة خلينا ننتقل لأدخال رقم الهاتف بالدخل هون رقم هاتفك بدون صفر في البداية هون كتير مهم انه بس نخلص رقم الهاتف ما نكبس على هذا الزائد لانه هاي إشارة الزائد يددك تضيف هاتف تاني فنحن ما عمنا هاتف تاني ما رح نكبس على إشارة الزائد هاي رح نكبس على هذا الزر الأزرق من هاي القائمة اختار أي سؤال من هذول الأسئلة السرية وكتب عليه أي جواب بس لازم تحفظ السؤال يلي خطرته والجواب يلي جاوبته مش عم بالمستقبل إذا نسيت كلمة السر هاي يعني بتعد مثل طريقة تاني لحتى تسترجع كلمة السر مو مهم السؤال يلي بتختاره بس المهم احفظ انه أنا نقيت هذا السؤال وكتبت عليه هاتف الجواب فنقه أي سؤال منهم بالدكية وكتب عليه أي جواب بحيث تحفظ اثنين فهون نحن اخترنا أول واحد وكتبنا عليه جواب معين هلأ بالبعدة لازم كمان تختار وحدة من هاي الصور أيضا منصح اكون تجيب ورقة تسجل السؤال يلي خطرته الجواب يلي جاوبت عليه بعدين الرسمية اللي خطرتها لأن هذول لاحقا إذا نسيت كلمة السر فاني بيرجعوا بيسألك انت شو الرسمية اللي اخترتها لما سجلك بالبرنامج بتقول لهم رسمة الورقة مثلا فاختر لك من هذول الرسومات شي رسمي وبننتقل مباشرة على الحقل التالي بالحقل التالي حط كلمة السر كلمة السر لازم تكون مؤلفة من 8 أحرف على الأقل يعني ما بصير أقل من 8 وما يكونوا كلهم واحدات وكلهم كده نقل لك شي كلمة سر وحط كلمة السر هون ورجع نكتب مرة تاني كلمة السر بالفراغي اللي تحتوه وكمان سجل كلمة السر على نفس الورقة يلي سجلت عليها الرسمي اللي اخترتها والسؤال وجواب السؤال يلي اخترته من شوي كلمة السر أهم شي رح تحتاجها بكل مرة بدك تسجل فيها على موعد جديد بشي مشفى بالمستقبل فلازم تكون حافظة تماما او تكون كاتبة على الشي ورقة بحيث كل ما بدكيها تقدر ترجع لها ومنكبس كايدت وهيك بنكون خلصنا التسجيل بالبرنامج بتطلع لنا هاي النافذة لتقولنا انه مش الحالو تسجيلكم بالبرنامج وهو البرنامج لحالو بياخدنا على هاي النافذة مشان ننأكد رقم الهاتف بنكبس على هذا الزر دور الله بياخدنا على هاي النافذة بننزل لتحت 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 بنلاقي الجب تليفون بنكبس على دور الله بيقومه بيبعت لنا رسالة على الجوال يلي حطينا رقمه هاي الرسالة متل ما اننا ملاحظين هون هاي هي الرسالة فيه بقلبة كود فنحنا بننسخ الكود يلي وارد بقلب الرسالة او بنحفظه ومنروح على البرنامج بنحط نفس الكود يلي اجا بقلب الرسالة وبنكبس على دور الله هون بيقلنا انه مش الحال تم تأكيد الهاتف الخاص بتقولولي طيب ليش ضروري انه نعمل تأكيد للهاتف لانه كل المواعيد يلي بتحجزها بينبيع التاريخها ووقتها وساعتها وبينبيع التذكير على رقم الهاتف هاي اللي انت دخلته على السيستيم فمشان هيك كتير مهم انك تؤكد رقم الهاتف تبعك هيك بنكون خلصنا تماما عملية التسجيل يا جماعة والتقييد وتأكيد رقم الهاتف هلأ خلونا مباشرة ننفوذ كيف منحجز موعد بالمشفى وهلأ بعد ما نزلنا البرنامج وسجلنا معطياتنا واكدنا رقم الهاتف فمنفتح البرنامج بنسجل الدخول برقم التاجية وكلمة السرية اللي حطيناها هم شوي وبعدين منفوت على واجهة البرنامج تطلع لنا هاي الواجهة من هون بنختار رانديفو آل هون بيطلع لنا عدد من الخيارات ممكن ناخد موعد حسب المشفى خلص انا بديروح على مشفى الدولي الجديد بانطاكيا او ممكن ناخد حسب القسم مثلا انا بديروح على تشوجوك جراحي وين ما كان يكون او ممكن ناخد حسب التاريخ انه خلص انا بكرة لازم اخد موعد مثلا وين ما كان يكون فانتي هون حسب شو بناسبك خلينا نستعرض لهم تلاديهم بسرعة الخيار الاول حسب المشفى لما بتختار هذا الخيار بيطلع لك قائمة المشافى وهون انتي لازم تعرف اسم المشفى يلي لازم تروح عليها بالتركي ممكن هون تسأل حدي من اصدقائك حدي من جيرانك شو اسم المشفى بالتركي فاذا اخذنا انطاكيا مثلا مشفى الدولي القديم ومشفى الدولي الجديد اسمه هاتاي دولة هستانسي بس لما بتفوت على الاطباء بيقولوا لك انه هذا بالقديم او هذا بالجديد ايضا رح ناخد عليها مثال اذا مثل ما اننا ملاحظين هون قائمة المشافى الموجودة ضمن هاتاي لانه انا محدد الاقليب هاتاي من تحي فمثلا اذا اخذنا على سبيل المثال الهاتاي دولة هستانسي اللي بتشمل مشفى الدولي القديم بانطاكيا ومشفى الدولي الجديد بانطاكيا هم بيطلع لك الاقسام الموجودة ضمن الهاتاي دولة هستانسي اذا فتنا على قسم الشجوب الجراهي بيطلع لك الاطباء الموجودة ضمن هذا القسم فانتي اذا بترتاح لطبيب اكثر من طبيب تختار هداك الطبيب لكل طبيب متل ما انا شايفين عدد من المعلومات اسمه الطبيب مثلا شو اختصاصه تشجوب جراهي هل هو بالياني دولة هستانسي ولا بالاسكي دولة هستانسي واقرب تاريخ فمثلا الطبيب الاول اقرب تاريخ بعشرين اربع اليوم احنا بسطعش اربعين يعني بكرة فينا ناخد موعد عند هذا الطبيب اللي اسمه هليل هليل ابراهيم اما الطبيب الثاني يلي هو السيدات يلي هو ايضا بلياني دولة هستانسي يعني بمشفى الدولي الجديد اقرب موعد عنده بواحد وعشرين يعني بكرة هدا الطبيب مفلل ما فينو ياخد اي مريض ما فينو نحجز عنده بكرة فعاد انتي اذا حالك طارقه تحجز عند الاول اذا لأ مرتاح عند التاني يتخليك عند التاني وهيك تماما تقريبا كل الاطباء فمثلا كمان الطبيب اه التالت هو بل هاتاي دولة هستانسي هو شجوب جراهي هو بالياني هاتاي دولة هستانسي يعني بالمشفى الجديد وايضا اقرب موعد للتاريخ ما نشوفه هون. اذا كبسنا الخلف رجعنا لهدول الاقسام ايضا هدول هني رجعنا للاقسام الموجودة ضمن الهاتاي دولة هستانسي. فمثلا اذا فضنا على هاد القسم ايضا منلاحظ ايضا عدد من الدكاتر الموجودين فيه كل واحد. وين موجود? وايمة اقرب موعد فينا نحجز عندهم. لكن هون بدي يكن تنتبهوا على شغلي على الدكتور مورات مثلا الدكتور مورات بالاسكي دولة هستانسي بالايك ايك. شو يعني? يعني بناء اضافي. هني بيعتبروا مشفى الدولي الادين بناء اضافي عن الجديد. فرح صار عن الجديد. فلاحظوا الدكتور مورات مثلا موجود بمشفى الدولي الادين في انطاكيا وليس الجديد. طيب خلونا نجرب سوا نحجز موعد وهمي عند هادا الطبيب. لقينا الطبيب اللي بدنا ياه نقرنا عليه. فوتنا اللي نحدده الساعي اللي بتكون اياها. بفرض انه انا بناسبني تقريبا بدوار الساعة وحدي. فلما بنقر على الساعة وحدي بيقول لي بدك وحدي ونص ولا وحدي واربعين ولا وحدي وخمسين. بفرض انه بدي مثلا وحدي واربعين. بعدين بضغط على زر الدوان من تحت. وبقول له اخر شيء راندي فو انايلة هون بينحجز موعد على اسمي بروح انا على هاد الوقت بلاقي لحال واسمي على الشاشة بدون ما اتشنطت وروح واقف على الدور استنى مشان اخذ موعد عن الدكتور الفلاني وموجود ومو موجود وطلع مو بهاي المشفى شوفوا قديش اختصرنا على حالنا. اخيرا كان بدي الفت لكم نظركم انه اذا فتنا واخترنا ممكن من فوق نقول له يعني حسب المحافظة ومن هون بتختار مثلا اذا انت بقى الطنوز بطلع لك بس مشافي الطنوز اذا انت بانطاكيا فمسلا هون اخترنا انطاكيا فطلع لي بس المشافي الموجودة ضمن انطاكيا. بتقول لي بس بانطاكيا في ثلاثة حكينا انه لدي دولة هستانسي بتشمل الاديم والجديد وبالبوم بتشوف اذا هذا الطبيب ضمن الاديم او ضمن الجديد. الشغل الثاني انو اذا نقرنا من تحد اذا ما كنت انت ساكن بها تاي فممكن تخط مثلا اضنة وبياخدك هون على المشافي الموجودة ضمن اضنة. فحسب المحافظة اللي انت فيها تختار اول شي المحافظة الكبيرة بعدين المحافظة لصغير الايل والايل شي اذا بتذكروا هاتاي كانت الكبيرة في بقى انطاكيا والريحانية والطنوز كمان اضنة نفسها اضنة كبيرة في بقى البا جايحان في بقى البا كده محافظة تاني. بقيت الاقسام ما رح نشرح عليهم هني عمليا بشكل او باخر نفس هذا القسم نفس الاجرائيات نفس اجرائيات اخذ الموعد فبترككم تكتشفوهم لحالهم. كان هاد كل شي بالدرسنا لليوم بتمنى تشاركوا هذا الفيديو على اوسع نطاق بعرف عالم بتروح بتوقف بالمشفى ساعة وساعتين وثلاثة كرمال تقطع فيش فينا تحصل عليه من على الانترنت بدقيقة. بتمنى لكم الخير والصحة والسلام دائما.